بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي الطلاب نرحب بكم اليوم بالمحاضرة الثالثة لمادة القانون الدولي العام المرحلة الثالثة قسم القانون وكلية المصطفى قسم الجامعة أعزائي الطلاب اليوم محاضرتنا تذكرون حقبنا تعاريف القانون وعلاقة القانون بالمواد الأخرى اليوم أدنى أساس القانون الدولي العام يقصد بأساس القانون الدولي العام الأساس التي تستبدأ أن القواعد هذا القانون قوتها إلزامية يعني كيف تكون القاعدة القانونية الدولية القاعدة القانونية القانون الدولي العام هي قاعدة إلزامية تلزمها الدول اختلف من فقائفة كثير من التفاصيل مدى قوة إلزامية وما هو الأساس القانوني لالتزام بها فهناك عدة عوامل أساسية فبثلا الفقهاء انشطروا إلى شطرين الناس اتخذوا لإرادة الدولة وناس اخذوا المذهب الموضوعي لجماعة لإرادة الدولة يعتقدون أن الإرادة من الفردة أو المجتمعة للدولة هي الأساسي القانوني في إلزام قوة الإلزامية التي تكتسبها القاعدة القانونية في القانون الدولة العام أما جماعة المذهب الموضوعي فأخذوا جامعة هناك مواد مواضيع أخرى مستقلة عن إرادة الإنسان وهي سمو المذهب الموضوعي سنأخذ كل مذهب على انفراد نأخذ المذهب الإرادي الذي يجعل الأنصار هذا المذهب هي من إرادة الدولة الصريحة أو الضمنية أساسي الالتزام بقواعد القانون الدولي العام فالقانون الداخلي هو وليد الإرادة المنفردة للدولة والقانون الدولي العام هو وليد الإرادة الجماعية للدول إذن يقارن بين القانون الدولي العام وقانون الداخلي يقول لك الإرادة الإرادة من الفردة للقانون الداخلي هي أساس القاعدة القانونية بالنسبة للقانون الداخلي الإرادة الدول وليس الفرد إرادة الدول هي الأساس القانوني لتعتقد أنه تكون على نظرية الإرادة المفردة أو التحديد الذاتي للقوة الإلزامية للقاعدة القانونية في القانون الدولي العام بالمذهب الإرادة نظرة التحديد الذاتي أو إرادة المفردة ونظرية أخرى سبب الإرادة المشتركة للدول نظرية التحديد الذاتي هي نظرية الفقيه جورجيان إيرليك يعتقدون أن الدولة ذات السيادة لم يمكن أن تخضع لإرادة أعلى من إرادتها قلنا سابقا أنه لا يوجد في المجتمع الدولي أعلش سلطة من الدولة مهما كانت قوة الدولة قوتها، مساحتها، عدد سكانها، نفوسها، مذهبها، قوميتها لا يعني شيء، هي دولة في المجتمع الدولي لها كيان مستقل ولها شخصية من ثابتها فإرادة الدولة لا يمكن أن تخضع لأي إرادة خارجية ولكن بالإتفاقات الدولية تخضع إرادة دولة هي التي تتعقد اتفاقية وبإرادتها المنفردة تتوقع وتتلتزم بتوقيعها بالإتفاقات الدولية التي تتعقدها مع الطرف الثاني أو مع إتفاقات متعادة الأطراف إذلك بمكان تقييد إرادتها فيما تنشأ هو من التزامات يعني هي الدولة بإرادتها وقعت اتفاقية معينة صار إلها التزامات وحقوق وإلها التزامات وإلها حقوق في هذه الاتفاقية فإرادتها الناشئة من إرادة الدولة من الفردة لا تخضع هذه الإرادة لأي سلطة أخرى سوى إرادتها فالالتزام الدول بقواعد قاندولي مرجعه إذن تقييد هذه الدولة بفعل إرادتها بهذه القواعد أما النظرية الثانية وهي نظرية الإرادة المشتركة للدول هي نفس الفكرة من نظرية دولة ولكن هناك أخذوا فقط الإرادة المفردة للدولة هنا لا يقولك لا هو الإرادة المجتمع للدول وليس المفردة للدولة لأن هناك الاتفاقية دولية كانت ثنائية أو جماعية متعددة لأطراف فإرادة الدول المشتركة مجتمعة ستقرر التزامات وحقوق وواجبات للدول المشتركة كالطرف في هذه الاتفاقية هذه الإرادة المشتركة للمجتمع الدولي هي التي حددت التزامات ووضع حقوق وواجبات للدول إذن بإرادة الدول المشتركة حددوا قوة الإلزامية للقاعدة القانونية لأن في الاتفاقية ستنشئ قواعدة قانونية لقاعدة الدول العام فإرادة الدول المشتركة هي حددت قوة الإلزامية أو الصفة الإلزامية للقاعدة القانونية في القانون الدولي نرجع المذهب الثاني والمذهب الموضوعي هذا يبني أساسا على أساس القانون خارج دائرة الإرادة الإنسانية بالمذهب الموضوعي يحتسب أن هذه الإرادة خارج عن إرادة الإنسان أو الإرادة دور المفلدة مؤسياء موضوعية لا يسلها ذات عوامر خارجي عن إرادة ليس لها علاقة بإرادة الدول